هزمتين من السلق طبعاً سلق فراش وما استخدمتش العيدان بتاعته أخدت الورق فقط عندنا بقى كوباية ونص حمص احنا مستخدمين أولو الكوباية المعيارية يعني خلينا نستخدم مثلاً كوب معياري كوب ونص حمص عندي كوب عتس بجبة مسلوق كوباية برغو الناعم ممكن تنقعوه ممكن تنزلوه على طول في الشربة مفيش حاجة مفيش مشكلة أرفع أربع فصوص من التوم عصير لمونة معلقتين كبار من الصلصة زيت نعناع جاف ملح وفلفل أسود يلا بينا الصلصة ممكن تبقى طماطم مفيش مشكلة لو حابين تشيلوا حاجة من مكونات الشربة برضو شلوها إذا مش عجباك وحاجة شلوها بس يعني هوا الميكس لذيذ الحقيقة وشربة مغزية قوي وبما أننا دايماً بندور على الجديد والمختلف في كل البلاد بيهمني جداً التاست العربي بتاعنا يعني بحب أخذ من العراق أحب أخذ من ليبيا وصفة أحب أخذ من تونس من المغرب ليه؟ لأن احنا التاست بتاعنا في الأول وفي الآخر هيبقى شبه بعض والنكهة العربية بتاعتنا هتكون موجودة يعني هنا مثلاً فيه زي طرشة نعناع كده بزيت جميلة جداً وقدة نكهة حلوة قوي ونكهة السلء اللي احنا مش متعودين عليها برضو وطنبستوا بيها جداً في الشربة دي خلينا نحط البصل أنا عندي زبدة هي فين؟ أنا حط معلقة زبدة كده مع الزيت طبعاً ممكن تشتغلوا بسمنة بس أنا إيه قلت زيت وزبدة مع الشربة بتبقى ألز نكهتها بتكون خفيفة ننزل بالبصلة عندي كمان فاصين من التوم خليهم جنبي كده لما البصلة تبتدي تصفر هحطوهم البصلة هي كده صفرت وأخدت لون أصفر فاتح كده هو يلا ايه؟ تمام شكراً ما أخدتش لون غامق خالص يدوب الميا بتاعتها خلاص تبخارت هنزل بقى بالتوم كده هو لو حبت ضيفي مرأة لحمة مرأة فراخ باودر بقى أو مكعبات أو كده أو لو أنت عندك مثلا مرأة خلاص أنت هضفيها بدل الميا المغلية اللي أنا هحطها في الآخر هذه البصلة مع التوم مع المرأة مع الحمص طبعاً الحمص مسلوق ممكن تستخدمه الملق معلب عندنا العدس كمان مسلوق كده هو البرغل هو اللي ممكن ما تنقعهوش وتحطوه عادي مش منقوع خط شوية برغل ننزل بالسلسة السلسة بقى معك كمية مش هتكون كبيرة نقلب في المرحلة دي لو أنت عندك مرأة زي ما اتفقنا بنحط المرأة ما عندكيش خلاص بنحط ميا كده بنحط مكعب مرأة دي وجبة كاملة ومتكملة ومشبعة وخطيرة خلينا بقى ايه هنديها كده غلوة احنا حطين قرات دي ميا مغلية كده بس اخدوا بالكو طبعاً كل الحاجات اللي احنا حطينها دي بتتشرب ميا كتير هننزل بملح وفلفل اسود النعناع بيتحط في الآخر عايزة بدل الصلصة طماطم او عايزة تضيفي طماطم اصلاً مع الصلصة مفيش مشكلة بس هي الى حد المعشان هي شربة فخفيفة شوية متبقاش طبخة وتسبيكة وكده بس لو عايزة تزود دي لون الاحمر فيها شوية مفيش مشكلة هنزل على طول بالسلق المتقطع بالشكل ده مش متعودين في مطبخنا ان احنا نستخدم السلق في حاجات مختلفة غير القلقاس بس اكتشفت ان طعمه حلو قوي السلق والعاتس كمال موجودين في المطبخ الفلسطيني بوصفة حلوة جداً عملناها قبل كده سلق وعاتس بالساعة سأصفر هنسيب بقى مكونات الشربة بتاعتنا تندمج مع بعضها فين نلغطها نغطيها ونديها غلوتين تلاتة كده وندوق نشوف الطعم عامل ازاي محتاج تطش ملح تطش فلفل او اي حاجة وبكده تبقى الشربة بتاعتنا تقريباً خلقاً هنبص على الشربة ونديها شوية مية صغيرين وعايزكوا تبصوا معايا عليها بصوا ده شكل شربة السلق بالبرغل والعاتس هنديها شوية مية صغيرين وبكده تبقى برضو الشربة بتاعتنا خلاص هنقفل عليها وتبقى استاوت هنديها عصرة اللمون في الآخر عندك نعناه عايزة تعمليه طشة اوكي عايزة تحطيه كده تمام انا شايفة ان انا ممكن احطه كده هيكون اخف وقلز وريحته هتفضل موجودة من غير الزيت ولا اي حاجة نقفل عليها النعناع يظهر نشيلها من على النار برضو ونخليها الناحية دي شربة السلق والحمص والبرغل هي فيها حاجات كتيرة قوي وعاتس مكوناتها لذيذة